شو صار لليوم نتماني الصباح لتماني المساء فتحت إسرائيل مرحلة جديدة من الحرب على لبنان كل لبنان بشكل سريع ومباغد الصبح بلش سلاح الجو الإسرائيلي أول موج من الغراط على الجنوب تحديدا ونشر فيديو هو يصممه لصواريخ موزعة بين بيوت الناس بالجنوب ليبرر عدوانه على لبنان بحجة استهداف دقيق لحزب الله واحدة، تنتان، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة أكتر من ثلاث موجات من الغراط الواسعة انطلقت من بعدها بمجموعة خطة الألف ومئة غارة على الجنوب والبقع ومناطق لأول مرة بيوصل للأصف مثل جروض جبال الساعة خمسة ونص نشر وزير الصحة حصيلة العدوان إسرائيل قتلت 274 شخص في لبنان بساعات قليلة وانصاب أكتر من ألف عدعاً لبعدهم تحت الأنقاض حدت العدوان وشكله جبر ألاف السكان أن ينزحوا من الجنوب من دون أي تعليمات واضحة الطرقات بقيت مسكرة من العجقة لساعات الليل الساعة 7 بالضاحة صار في غارة إسرائيلية على حي ماضي وقع إصابات الأعلام الإسرائيلي بيقول أنها كانت غارة موجهة وأن المستهدف كان علي كركة تالت قيادة عسكري بالحزب كمان بالضاحية تكمل رفع أنقاض غارة الأسبوع الماضي التقى شخص عايش وبعد فيه ست مفقودين وعدد الشهداء ارتفع لـ 54 على المستوى الحكومي نشرت وزارة الداخلية ليحة مدارس ومعاهد رسمية تحولت لمراكز إيواب ونشرت أرقام الخط الساخن للتواصل وزارة الصحة علقت كل العمليات الباردة وعطت أولوية لمعالجة جرح العدوان وزارة التربية سكرت المدارس اليوم وبكرة بأول رد من حزب الله الغراض استهدف مستوطنات حدودية ومراكز عسكرية بحيفا بعدها بشوي رجع استهدف حيفا مرة تانية وبعدها بشوي شمال تل قبيب لأول مرة من 28 الأول مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية هول كلهم بأقل من 12 ساعة بينضافوا على كل الإجرام الإبادة اللي ارتكبته إسرائيل بالسنة الأخيرة وقبل السنة الأخيرة من لبنان لغزة